كذلك توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي فقد تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 343 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 34 طن مواد غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط قرابة 5 أطنان السلع غذائية كما تم ضبط 12 طن في مجال السلع على السلع المدعومة وضبط أكثر من 17 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 430 قضية من بينها 144 قضية خبز ناقص للوزن و114 قضية خبز غير مطابق للموصفات